مساء الخير هذه الحرة الليلة وأنا حيدر المحرابي ونقلب معكم على مدى ساعتين اثنتين عددا من الملفات ونبدأ الساعة الأولى من واشنطن حيث قالت ثلاثة مصادر مطلعة لأكسيوس إن إدارة بايدن قدمت في الأيام الأخيرة مقترحا بصياغة جديدة لأجزاء من اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في محاولة لسد الفجوات بينهما والتوصل إلى اتفاق لم تهدأ الجهود الأمريكية للتوصل إلى صفقة تفضي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين داخله بعدما أفاد موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة اقترحت صياغة جديدة على أجزاء من مبادرة الرئيس جو بايدن في مسعى لإبرام الاتفاق وأوضحت المصادر أن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة بالتعاون مع الوسطاء القطريين والمصريين تركز على المادة الثامنة في الاقتراح المتعلقة بالمفاوضات التي من المفترض أن تبدأ بين إسرائيل وحماس أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من أجل تحديد الشروط الدقيقة للمرحلة الثانية من الاتفاق والتي تشمل التوصل إلى ما تصفه الصياغة بهدوء مستدام في غزة ووفق المصادر فإن حماس تريد أن تركز هذه المفاوضات فقط على عدد وهوية السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق صراحهم من السجون الإسرائيلية مقابل كل جمدي إسرائيلي حي أو رهينة ذكر محتجز في غزة في حين تريد إسرائيل أن يكون لديها القدرة على إثارة نزع السلاح من غزة وقضايا أخرى خلال هذه المفاوضات وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أعلن مؤخرا أنه مهتم بالتوصل إلى اتفاق جزئي مع حماس من شأنه إطلاق صراح بعض الرهائن المحتجزين في غزة والسماح لإسرائيل بمواصلة القتال في القطاع وعندما سئل نتنياهو عما إذا كان يوافق على إنهاء الحرب كجزء من صفقة الرهائن أكد أنه لن يفعل ذلك مشددا على أنه لن يوقف الحرب ويترك حماس صامدة في غزة بحسب ما نقل موقع أكسيوس اشتركوا في القناة 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 التعديلات. برأيك لماذا تم اللجوء لوضع تعديلات أصلا على الاتفاق الذي كان تحدث به الرئيس بايدن. وقال بأنها صفقة إسرائيلية. وافقت عليها إسرائيل في البداية. هل يشي ذلك بعجز الوسطى الولايات المتحدة قطر مصر من إقناع طرفي الصراع إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق بينهما؟ نعم هذا صحيح. الوسطى اقترحوا صيغة جديدة لأنهم عالقون ولم يصلوا إلى موافقة الأطراف على الصيغة الموجودة حاليا. أمريكا قدمت بالتالي الصيغة الجديدة وتتمنى أن تؤدي ظروف جديدة ربما إلى موافقة الفريقين على الاتفاق. نعرف أن إسرائيل وحماس وافقا على تبادل الرهائن بالسجناء. ولكن إسرائيل تريد نهاية حماس. تريد أن تتمكن من الاستمرار في حربها في حين أن حماس تريد البقاء وتريد وقفا طويلا لإطلاق النار. أعتقد أن الصيغة الجديدة تحاول حل هذه المعضلة ربما عبر المحافظة على الغموض. فيما يتعلق بما سيلي تبادل الرهائن بالسجناء. ولا أعرف إذا كانت لديك سيدان شرأي معلومات عن هذه التعديلات. لأن ما نقله موقع أكسيوس عن المصادر الثلاثة. بأن كل الحديث الآن يتعلق بجملة من كلمتين هدوء مستدام في غزة. كلمة هدوء مستدام أو هذه هي الجملة لا تشي بوقف دائم لإطلاق النار. والذي تريده حماس. ولا تشي أيضا بأن هناك استئناف للحرب. وهو ما يفضه طبعا المجتمع الدولي. فكيف يمكن أن نفهم الصيغة المستقبلية التي قد تقنع الطرفين؟ في الدبلوماسية أحيانا عندما لا تقبل أي صيغة كلامية. نحاول أن نحافظ على صيغة غامدة إلى حد ما. مثلا أن نقول فترة تؤدي إلى هدوء مستدام أو أن ننتظر ما تقول أمريكا عن توقعاتها. نتوقع أن تكون هناك فترة من الهدوء المستدام بعد وقف لإطلاق النار. النقطة المركزية هي ما إذا كان الفريقان يريدان حلا. هذا هو الأساس. لأنه لو أراد الفريقان وقف الحرب فمن السهل بالنسبة لديبلوماسيين أن يصلوا إلى صيغة كلامية ملائمة. ولكن ني غير مقتنع أن الفريقان يريدان إنهاء هذا السرع. الولايات المتحدة هي تتواصل بشكل مباشر مع إسرائيل. وكان هناك خلاف واضح للجميع بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يامين نتنياهو والإدارة الأمريكية حول جملة من القضايا. ربما كانت أبرز سلك القضايا هي توسيع الحرب في رفح. والتي ما زال الجيش الإسرائيل حتى الآن في هذه المدينة. لم يقضي على الكتائب التي قال بأنها متواجدة هناك. الدفاع يو أف جلانت. وهناك حديث عن خطة جديدة لليوم الذي يلي الحرب. كيف تتعامل اليوم الولايات المتحدة مع مسارات متعددة داخل إسرائيل؟ ليس مع رأس واحد يمكن أن يمثل وجهة نظر إسرائيلية واحدة؟ هناك الكثير في هذا السؤال. دعني أبدأ وأقول إنني أعتقد أن الضغط الأمريكي على إسرائيل خفف من مستوى العنف في غزة. لو كانت أمريكا اكتفت بالقول لإسرائيل تفعلون ما تريدون في غزة لكان العنف أقوى بكثير مما نراه بعد الضغوطات الأمريكية اليوم. أعتقد بالتالي أن الجهود الأمريكية والضغط الأمريكي سمح بخفض عدد الدحايا. طبعا ربما يصعب أن نبرهن ذلك. ولكن هذا هو الواقع. هذا فيما يتعلق بالتعامل أو الضغط الأمريكي على الجانب الإسرائيلي. ولكن اليوم حينما نتحدث عن صيغة جديدة في اتفاقية جديدة. والجميع يبحث عن هذه الاتفاقية لوقف الحرب. هل الولايات المتحدة قادرة اليوم على التواصل مع الجانب الإسرائيلي المتمثل بنتنياهو. لأن هناك مسار آخر مع غالانت. ربما مع شخصيات إسرائيلية أخرى. ولكن رئيس الحكومة الإسرائيلية ما زال رافضا للكثير من الفقرات التي تؤدي لإنهاء هذه الحرب في قطع غزة. الصوت غير مسموع سيد أنشر للأسف لم أستطع الاستماع لإجابتك كان الصوت يتقطع لو تفضلت بإعادة الإجابة. نعرف أن أمريكا ما زالت تريد حلا سلميا ومن الواضح أيضا بعد المناظرة السياسية التي رأيناها أنه لابد من التوصل إلى الحل السياسي اليوم. لذلك على الإدارة أن تضغط أكثر على نتانياهو. ثانياً هناك قضية تجنيد بعض الإسرائيليين في الجيش الإسرائيلي نتانياهو لا يريد أن يحارب هؤلاء في الجيش وبالتالي هذا يضغط على نتانياهو لينهي الحرب وأخيراً هو سيأتي إلى أمريكا في بداية أشهر المقبل وسيكون أمام الكونغرس الأمريكي وسيحاول أن يحصل على دعم أمريكي لو أراد دعماً ديمقراطياً من الحزب الديمقراطي في أمريكا يحتاج إلى إنهاء الحرب. كل هذه النقاط قد تؤدي ربما إلى وقف لإطلاق النار وتبادل بين الرهاء والسجناء على المدى المنظوم الجميع يعمل بأن تؤدي بالفعل إلى ضغوط بالتالي تؤدي لوقف إطلاق النار ولكن بعض القادة العسكريين صرح هذا اليوم بأن القادة العسكريين الإسرائيليين بأن تفكيك الكتائب في حماس قد تستغرق عام أو عامين هنا بدأنا نتحدث عن تمديد لهذه الحرب لا أعرف إذا كان ذلك بلون اختبار للرأي العام كيف سيتعامل مع هذه الحرب في المستقبل ولكن أيضا كان وزير الخارجية الأمريكي أشار في أكثر من مناسبة إلى أن إسرائيل ليست لديها خطة واضحة لليوم التالي للحرب هذه التعديلات التي نتحدث عنها اليوم عن الخطة هل برأيك ستتضمن اليوم التالي للحرب كيف سيكون المشهد في قطع غزة لا نحن نتكلم فقط عن اتفاق لوقف إطلاق النار إن تم التوصل إليه أما فيما يتعلق بالبنية التي تحكم غزة بعد الحرب فذلك يتطلب دورة منفصلة من المفاوضات تضم الإسرائيليين وبعض الدول العربية وربما أعضاء من المجتمع الغزاوي من غير حماس هذه العناصر الأساسية لأن إسرائيل لن تسمح لحماس من أن تسيطر على غزة مجددا نحتاج إلى فلسطينيون من غير حماس ونحتاج إلى مفاوضات خاصة من الناحية العسكرية اشتياح غزة كان صعبا جدا أصعب مما توقعته إسرائيل وذلك يذكرني بخبرتنا في أفغانستان والعراق عندما دائما كان يبدو أننا سننتصر بعد بدعة أشهر ستة ثم أكثر ثم أكثر ثم المزيد من القوات ويبقى النصر بعيدا عن المتناول وهذا ما نراه الآن في غزة هل برأيك أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو يماطل في هذه الحرب على أمل أن يعود الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الذي قال في المناظرة التي استمعنا إليها قبل يومين بأن على إسرائيل أن تكمل هذه الحرب وأن على الولايات المتحدة أن تقف معها نتنياهو نتنياهو يستمر في الحرب لأغراضه السياسية الشخصية لا ننسى أنه قال والحكومة الإسرائيلية قالت إنه لا يمكن أن يكون هناك تحقيق في السابع من ما جرى في السابع من أكتوبر قبل نهاية الحرب نتنياهو كان رئيسا للوزراء وسيلام وستكون هناك تكلفة وقد يضطر إلى مغادرة منصبه لو حصلت تحقيقات فيما حصل في السابع من أكتوبر ترشين الأول هذا يعني أن استمرار الحرب للأسف هو لمصلحته السياسية الشخصية والآن لدينا عنصر جديد حيث من الممكن أن يصبح دونالد ترامب رئيسا مرة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية وأن دعم إسرائيل عندها لن يكون محدودا بأي شيء وبالتالي من مصلحة نتنياهو أن يطول الحرب وأن يؤجل الحال قد يوافقوا على وقف لإطلاق النار لفترة ما ولكنه يريد الحرب أنا بمصعد وزير الخارجي الأمريكي السابق هدري أنشر أشكرك حتى الآن وأرجو منك البقاء معي لأننا سنتحدث بعد قليل عن الوضع الإنساني في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر